وفي التنفيذ المحلي للإجراءات الاستباقية حذرت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة العراقية شركات السفر والسياحة العاملة في البلاد من محي تذاكر سفر مزيفة للمواطنين غرضها استحصال الدولار ووجهت الهيئة شركات السفر إلى عدم إصدار تذاكر غير صحيحة أو قابلة للإلغاء بعد قيام المواطن غير المسافر بشراء الدولار من أحد المصارف ليقوم بتداول العملة في السوق واعتبرت أن هكذا النشاط يضر بالاقتصاد الوطني ويقوض جهود البنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف في البلاد منذرة الشركات المخالفة بالمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها بشكل فوري